نور مساحتنا الأخيرة راح تكون من أجواء التحضير للمدارس وبدء العام الدراسي شافين التحضيرات اليوم سواء من شراء الحاجيات كلهم مفتر ومضغوط جدا يعني ومعصبين كل الأهالي لأنه بلشت يمكن فينا نقول الصيحية كانت شوي مثلا ضغط على الأهالي بس كمان موضوع المدارس والتكلفة المادية كمان ضغط إضافي لكل الأهالي صحيحة منحكي عن تكلفة المادية وفي عنا تهيئة نفسية اليوم للطلب لأثنين لأهل والمعلمين وأيضا كنا عنا الجانب الغذائي اليوم بنحف قدش عملية الدراسة اليوم مرتبطة بالغذاء السليم دائما نقول على العقل السليم بالجسم السليم وبالغذاء السليم خلينا نربطها ودائما أصلا بالتحضيرات بتلاقي المخصنة بالأطفال عم تجهز اللانش بوكس يعني أنه شو بديت طعم طفلة وفي أولاد بيعزبوا يعني بهذا الموضوع كم الأولاد بيعزبوا كم الأولاد بيعزبوا نحكي عن موضوع اليوم التحضير للعام الدراسي وعلاقته بالغذاء نحضر أطفالنا ورح نحكي هاي التفاصيل أكيد مع ضيفتنا بالستيديو سعد صباحك وأهلا وسهلا فيك صباح النور معنا أخصائي تتغذية بوسينا أهلا وسهلا فيك أهلا فيكم صباحا الخير أكيدنا نقول لك أخصائي تتغذية بوسينا محمد سعد صباحك وأهلا وسهلا فيك هلأ موضوع سابقا كان أريح للأهالي يعني الغذاء يعني قبل أهلنا بيقولنا يعني ما كان في هذا التطور والتكنولوجيا كان الأولاد ما يعزبوا بالأكل وما كان فيه تكلفة ماديية يعني الأم ممكن فيها مثل ما قلنا تعمل الأكلات اللي بدي إياها اليوم صار فينا نقول للغذاء سيفزو حدين يعني أنت بدك تعطي ابنك أغذية سليمة صحية لأنه نحنا مثلا مرتبط الزعتر بطفولتنا لأنه الزعتر فيه سمسم وفيه مواد كتير مهمة لطنشية الزاكرة لهيك مرتبط بالطفولة اليوم الموضوع مختلف مع تطور العصر مع التكلفة المادية الكبيرة وأساسا غذاء الطفل يعني بدك الطعمي كمان الطفل نقام يعني بيأكل هاي ما بيأكل هاي بعزب أهلي بالبداية خلينا نحكي عن السنوات الأولى يعني لما نقول ما نحضر الطفل من ثلاثة سنين إلى خمسة سنين ليدخل الروضة كمان بيكون غذاءه مختلف عن الطفل ما فوق ست سنوات طول عشر سنوات هاي المرحلة العمرية كتير حساسة الطفل بهاي المرحلة من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات عنده نمو معدل النمو كبير صحيح يعني بيكبر بيزداد بالوزن بشكل أسرع الطول بشكل أسرع عنده جهاز المناعة لسه عم يتكونوا لسه بده تقوي وهذا الشي كله بالغذاء بهذا العمر منركز على يعني أنا عندي جسم عن مين بنى يعني أنا بركز على كل شيء بيبني الجسم مثلا بالنسبة لل وكمان حتى كمان أثنان ما بتكون لسه كتملح صحيح نمو كامل أنا بركز هون عن كاليسيوم تمام اللي موجود بالحليب طبعا حليب يعني غذاء رئيسي وأساسي لابني يظن مرافق الطفل لسه سنوات وحتى بعد بس أقصى يعني المفروض مؤقل من سه سنوات كل يوم كل يوم يكون في عندي كأس من الحليب بهاي الفترة العمرية بيحتاج كمان ل كمان الدم عنده عن فقر الدم معرضة الطفل لأنه نصاب بفقر الدم لذلك أنا بكمان بدي ركز على الأطعنة اللي بتحوي على الحديد على الحديد السبانة، البروكلي، الورقية، الخضراء كلها جرجير تمام وطبعا غالبا الأطفال ما بيحبوا هاي فأنا في كل أم عنده أسلوب بترغب طفلة بهاي الأكلات تتحط بأطباق ملونة مثلا تشبهه بشخصيات كرتونية مثلا لحتى تحصل على الغذاء الكاملة بهاي المرحلة العالية تشبه لك سوساً بالأكل؟ أكيد بانوتك سوساً عمرة ثلاثة سنين معنا نستيديو لأنه كمان الثلاثة سنين هاي العمر الأصحب أساساً تماماً لسه أنه بيكون عم يتعرف لسه كمان على الأكلات على الطبخ جديد فهي المرحلة العميل لازم يكون فيها نظام الغذاء اليومي في كافة العناصر الغذائية اللازمة للطفل يعني من الكربوهدرات لدهون صحية طبعاً لبروتينات الأهمة المنسبة الأكبر للبروتينات الأهم لأنه هذا الطفل عميل ما في خلايا عم تتجدد فلذلك البروتين هاي مهمته مهمته بناء خلايا وتكوين خلايا وتشكيله وترميم حتى خلايا تالفي إذا صاد الطفل أي بتعرف هو حرك زيادة فصابوا أي خدش أي جرح فالبروتين هو المسؤول عن ترميم هاي الخلايا اللي بتنصاب بأساعمية اللعظة حضرت لك حكيت عن الأطفال بعمر من ثلاث لخمس سنوات والغذاء المناسب لأنه منعرف هاي الفترة العمرية من كتير أمهات هي الأكثر يمكن صعوبة لأنه الطفل ما بتقبلك الأنواع على الأكل خلنت إلا فئة عمرية تانية وهي من ست لعشر سنوات كيف اليوم الأم ممكن تهتم بصحة أطفاله؟ من ست لعشر سنوات هون أكيد لازم نظام غذائي صحي كامل ومتوازن ولكن هون عندي بتزداد السعرات الحرارية اللي بيحتاجها الطفل يعني بتوصل من ألف لألف واربعمائة سعرة حرارية باليوم لازم يحصل عليها من مختلف العناصر الغذائية وليس من عنصر أو ليس حتى من الفست فود يعني لازم عناصر غذائية من تقامل طبعاً منحدد هو الرانج يعني من ألف لألف واربعمائة سعرة حسب حركة الطفل حسب الزكر أو الأنثة الزكر بيحتاج بيكون غالباً أكثر من الأنثة حسب الطفل إذا هو بطبيعته نشط أو عنده خمول أو كيف حركة زيادة كمان في المرحلة العمرية بيكون بلش فات على المدرسة بالست سنوات هون أنا لازم ببلش بغذي الدماغ ابحث عن الأغذي اللي بتغذي الدماغ وبتنشط الدماغ هون الطفل صار عنده مجتمع آخر صار عنده بحاجة لمهارات يستخدمه أكثر لإدراك أكبر الموضوع أصعب شوي فينا نقول لأنه كمان فترة زمنية بيغيب عنك طويلة تماماً يعني أنت عم تحاول تحافظي هون مع العمر الكبير بتكبر كمية الحصص الغذائية تماماً الوجبات الغذائية وإذن الحصص الصغيرة بين الوجبات السنكات فأنتي بالبيت ضامنتي هون لما مثلاً بالمدرسة ببعت معه الأكل بس قداش فيني أنا ألعب على هاي التفاصيل وأضمن أنه مثلاً خلال هاي الفترة الزمنية أكل الحصص اللي لازم يأكلها المفروض أنا أشجع الطفل هون المفروض أني أنا أرغبوا بهذا الأكل المفروض أنا أختار كونة أختار وجبات مثلاً بالاستراحة اللي بياخدها بين الحصص تكون غنية بالطاقة فيها مصدر طاقة فيها مصدر دهون صحية مثل الأحماض الدهنية القصيرة السلسلة مثل أوميغاستري اللي موجودة بالمكسرات أنا ممكن كتير فكرة حلوة أنه حطوا له حصة مكسرات مثلاً ثلاث حبات جوز حبتين لوز فيها أحماض دهنية بتغذي الدماغ أو بتساعد على الإدراك على الانتباه وعى التركيز كمان بالنسبة للكالسيوم هلأ أنا بالفضل هيك أصص أن ما فيني حطها بالمدرسة وفضل للإفطار يكون يحوي على الكالسيوم بيضة مثلاً بيضة مصدر أو كوب حليب تمام لأنه احتياجاته للكالسيوم بتوصل بهذه المرحلة العمرية إلى 700 جرام طبعاً كمان الحديد الحديد بيكون احتياجاته أكبر لأنه هون عندي دم عم تشكل الحديد يدخل بتكوين خلايا الدم الحمراء فكمان رح تزداد في هاي المرحلة ويصير عندي تقريب العشرة ميلي جرام بيحتاج باليوم للحديد نحن عم نحكي عن عناصر الغذائية ولكن أيضاً نحكي اليوم عن الطقوس اللي لازم تكون للأمة تخلي الطفلة يتناول وجبته الغذائية كثير من نشوف أطفال إذا بتطفيلهم صندوشة أو أي وجبة غذائية الوجبة تبعيتهم بضل ثلاث ساعة أو أربعة ساعة لتخلص ممكن بروحوا بيعملوا في ثلاث لعب بتصير الأم كل شوي بدا تمرق لهم يعني لأمة بالمحايلة خلينا نحكي عن الطقوس يعني اليوم لازم تفرض الأم تعني منك الأم لازم تفرضها الأمة اليوم لحتى خلص إنه هاي وجبة غدا لازم خلال مثلاً هو نفرض ربح ساعة تكون خالصين منها بعداً إذا بدك روح اللعب هو الطفل بهاية المرحلة بيقلد الأهل شو الأهل بيعملوا كيف الأهل بيتصرفوا هو عم يقلون فنحنا يعني المثال الحي قدامه تصرفنا الصح التزام بوجبات بساعات مثلاً معينة كل يوم اجتماعاً الأسرة كلها على سفرة هذا كله بيساعد الطفل على التزام إنه يصير مثل أهله يأكل ينوع بالأكلات يرغب الطفل بالأكلات بأنه مثل ما حكينا يشبهها أنه مثلاً ساندريلا بتأكل هيك تمام هيك أصاص بيحب الأولاد هاي الأصاص تماماً كتير الأطباق الملونة خليه يجرب يأكل لحال ومعلش هدول كلهم بيساعدوا الطفل إنه يحب الأكل والأهل أهل شو ما هو مقلد يعني المقلد الصغير هذا جباري بالبيت فيقلد أهله بكل يعني نحن المثال الحي الدامن فهو حسب عاداتنا حسب تصرفنا هو يرحي طب إذا عندهم هذا السلوك والأم بدأت غير هذا السلوك الفوضوي بتناول وجوات الطعام للطفل كيف ممكن تبلش معهم؟ يعني شو هي الخطوات ممكن تمشي فيها لا تقدر تطبط جود تناول الطعام عند الطفل؟ هلا مثل ما حكينا أنه هلا الأطفال عادة بيحبوا الجمعة فهون أنا مثلا أو ممكن خلي أنا أطفال يأكلوا معه رفقاته أطفال أشخاص هو بيحبهم خلي الجو الأكل أو فترة الأكل محببة شو بيحب مثلا خلال هاي الفترة أنا حاول دخلها بساعة الأكل يعني أعرفت كيف؟ أو نحدد له الوجبة أنه أنت خلال ربع ساعة لازم تكون؟ تمام لازم أنه بعدها مثلا بدنا بعدها رح نروت مشوار رح نلعب رح فاوي خلاص رح أنه يلتزم يلتزم مثلا عند التزام أكتر كجاه هاي طيب حكينا معيك عن الوجبات الغذائية المهمة لكل طفل وكل عمر خلينا نحكي عن الأعمار ما فقص العشر السنوات يعني نحنا عم نقول مع عملية نمو جسم الطفل تختلف عدد السعرات الحرارية لما نقول فوق الـ 12 تقريبا فينا نقول شاب يعني طفل فتي يعني السعرات الحرارية بتكون أعلى مختلفة الحصص الغذائية أكبر الوجبات الغذائية وحسب فترات منهم أقل يعني نحنا بنقسم فترات الغذاء أعلى فترات النهار اللي بيكون هو موجود هي تماما بها المرحلة العمرية من 12 وما فوق بيبلش عندي سن المراهقة صحيح البلوغ يعني هرمونات هون لازم ركز على الأطعم الغنية بالفيتامينات لأنه الفيتامينات بتدخل بشكل كتير كبير وأساسي بتركيب الهرمونات لازم ركز هون على فيتاميندال الموجود بالأسماك الدهنية الموجود بصفار البيض الموجود بالحليب تمام لازم هون ركز لأنه مثل ما حكينا الفيتامينات بتدخل بتركيب هرمونات وهون مرحلة بلشت عندي الهرمونات تتغير بلشت يدخل بهاي الفترة الحساسة اللي هي فترة المراهقة كمان هون مهم ركز أنه إعادات سيئة مثل ما حكيتي أنه النوم طبعا هون بيصير بيحس بيستقلالي بشخصيته أنا بدي إسهار أنا بدي فهون لا هون لازم يحصل الجسم على سعدة ساعات كافية لا تقل عن ثمين ساعات لأن الهرمونات بالجسم وخاصة هرمون النمو والهرمونات الأخرى إلا فترة معينة يشتغل فيها تشتغل لما بيكون الجسم بحالة راحة ولما بيكون يعني أثناء النوم لذلك صحيح فلما وابس ساعات محددة يعني مثلا بيبلد شغل هرموني النمو بالساعات 8-9 هون لأنه لازم يكون عندي الطفل يحدد أنه هون بدي يكون نايم لحتى يشتغل الكفاءة عالية تمام هاي النقطة بيركزوا عليها كتير مثلا بمرحلة فينا نقول المراهبة والنمو لأنه فيها عندك اختلاف بيئة الهرمونات وخربطة بالهرمونات بالطول يعني دائما بيرولك فيه أغزية بهاي الفترة مثلا بتساعد على النمو والطول لأنه عم نشوف بالعشر سنوات الأخيرة الجيل عم يكون منه طويل القامي يعني عم يكون مختلف عن الجيل فينا نمو قبل عشر سنوات فدائما بننطابع بعض الأخصائيات التغذية بيقولولك بهاي الفترة في بعض الأكلات كتير مهم يتناولة لأنه بتساعد على عدم إغلاق المفاصل يعني بيكون في عندك مدة محددة لتقدر عملية النمو تكون فينا أكبر فترة زمنية ممكنة هلا عندك من الأطعمية أي شي بيحل على كاليسيوم ولكن لازم يترافق فيتامين دال لأنه فيتامين دال بيسبت للكاليسيوم بالعظم لما رح يكون عندي وارد كاليسيوم كافي ووارد فيتامين دال غير كافي أو بالعكس ما رح أنا أحصل على النمو الطولي المناسب للعظم لذلك أنا هون مثلا الأطعمية التي فيها كاليسيوم السمسوم مثلا السمسوم الحلاوة كمان هي بسخرجة من السمسوم كمان أكلات البيض والحليب هدول كتير من ركز علينا إنه كتير نسبة الكاليسيوم فيهم عانية الزبادي اللبان تمام فهون أنا بدي ركز على هذا الشي وأعمل تغذية صحيحة ومتوازنية لحتى استغل هذه الفترة بنمو عضلي ونمو بالعزم فكمان بدي ركز على كمية البروتين في هذه المرحلة إنه البروتين هو اللي بيرمم العضلات هو اللي بيكبر العضلات هو اللي بيرمم الأنزجي بالجسم فهون كمان نسبة البروتين بتصير أعلى من فترة المراهقة أعلى من الفترة القبل يعني المراهقة مع بداية العام الدراسي بترجع على وجبة الفطور بتعتبر يمكن هي من أهم الوجبات كتير من شوف أطفال ما بيفطروا لبعض ما يرجعوا من المدرسة يعني عم نحكي نحن الساعة واحدة أو تنتين خلينا نحكي اليوم قديش يعني إعادة إحياء وجبة الفطور مهمة لهذه الأطفال وكيف الأم ممكن نبلج فيها هي ممكن يعني لازم يتناولوا شوي قبل ما يطلعوا من البيت شو ممكن يأخذوا معهم على المدرسة خلينا نقدم نصائح بهذا الموضوع كمان وجبة الأفطار وجبة كتير مهمة وعلى الأغلب بيهم لا أو ما بييعرف القيمة الكبيرة اللي بتعمل وجبة الأفطار لا الأفطار كتير مهم صباحا قبل ما يروح على المدرسة كتير مهم الأطفال يفطروا الأفطار أول شي هو وقود يعني الطعام بشكل عام وقود للجسم فهذا الجسم أنا كيف بدي يشتغل كيف هو بدي يشتغل بدون ما يكون في أنا مدخلت له هذا الوقود ثانياً علموا دراسات وأبحاث بيّنت أنه الأطفال بين مجموعتين أطفال يتناولوا وجبة الفطور أطفال لا لاحظوا الأطفال اللي بتناولوا وجبة الفطور كانوا عندهم أحساسهم بالشبع لفترات طويلة أكثر استحملوا يعني خلال النهار ثاني شي زادت استهلاقهم للخضار والفواكه الأطفال اللي فطروا زادت استهلاقهم خلال اليوم للخضار والفواكه وحتى شربهم بالحليب كمان بتقلل خطر إصابي بالسمنة لأنه هون الجسم أنت عطيتيه غزاء فبلش يشتغل بلش يحرق بينما أنت خليت الجسم بدون فطور ما استقبلت الصبح بفطور فهو ضمن خامن يعني أكثر فترة زمنية فيه نشاط أصاساً تماماً تماماً وكمان لاحظوا الأطفال اللي تناولوا وجبة الأفطار كانوا عندهم تحصيل دراسي أعلى بالإضافة لتركيز وانتباه أعلى بالحصة بالخطة عمنا نتشكر وجودك معنا أخصائيات التغذيب وثهينة محمد لكل المعلومات اللي قدمت لها شكراً لكم نتشكرك أكيد على وجودك معنا